بويندو كازماد اليوم رح نتعرف على موضوع بيجمع التجميلة مع الطب سواء مع دكتور ناجي جون صفا أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيكم حضرتك اختصاصي بجراحة البدانة وتنحيف أستاذ ومحاضر بجامعة موريال ومؤلف كتب طبية بيها المجال بالذات واليوم بالذات رح منحكي عن آخر كتاب صدر لحضرتك Your Journey Out of Opacity هالكتاب ليه أرواج كتير رح منحكي كمان أكتر عن الولايات المتحدة بأمريكا قد كمان أخذ هكي رهجة شو هو هالكتاب كيف طلعت معك الفكرة هالكتاب يلي هو أكيد منه أول كتاب لألك ايه أكيد هلأ بتعرفين نحن بكل المحلات اللي بيكونوا الجامعات بيكون فيه دايما الجامعة بتشجع الطباء والبعلمون أن يكتبوا ويعملوا أبحاث بقى من المشاريع الأكاديمية اللي أنا كنت عنديها من الأول هي أنه اكتب هالكتاب هيدا اللي هو كان بسهل شوي الطريق خاصة للتلميز اللي بيجوا لعنا تحتالي يطلعوا على موضوع البداني وجراحة البداني من ميلي بس كمان ميلي تاني لكل المرضى اللي كانوا يجيوا يتحكموا عنا بالمركز تبعنا لحتالي بالجامعة يعني تحتالي يكون عندهم كمان معلومات أكتر وأكتر عن مش مشاكل البداني وعن الجراحة البداني بتفاصيلها أكتر بقى أخذ قرار أن أعمل كتاب سهل مكتوب بإذا بدك لهجة كتير بسيطة ما فيه لزوم يكون واحد عنده اطلاع طبي أو يكون عنده سقافة طبية تحتالي يفهموا وبهذه الطريقة كمان بيكون إذا بدك سقافة أوصع لهالأشخاص هؤلاء اللي هن عندهم هالمشكلة البداني أو اللي عندهم مشكلة الوزن الزائد واللي عم بجربوا يتخلصوا منه بدي هيك استوضح شغلة منك قبل ما نتابع كلامنا عن الكتاب الوزن الزائد والبداني فيه فرق بينتهم صح؟ الآن هي البداني هي بحد نفسه وزن زائد الوزن الزائد هي المرحلة القبل إذا بدك شخصية كتشخيص قبل ما نوصل للبداني البداني هي بس ما يكون فيه كتير وزن زائد اللي أنا جربت أعمله بهالكتاب هو أنه اتوجه لكل الأشخاص اللي عندهم أكيد وزن زائد وخصة كمان اللي عندهم مشكلة البداني اللي عم بعينه من مشكلة البداني أول بلاش اكتبه هالكتاب 2008 كانت أول فرسيون منه أخذت تقريبا شي سنتين بال2010 نزلنا أول فرسيون وكانت هي مش معمولة حتى تتوزع على السوق أو حتى تنبيع كانت معمولة أكتر شي مشان تليميز الجامعة وكانت أكيد معمولة مشان الأشخاص اللي جايين لعنا على الجامعة تيعملوا عمليات البدانية يعني المرضى تابعونا تنسقفهم ونعطيهم سقفة أوصى نوع من دراسات يعني كانت معمولة أكزاكتو مئة بالمئين عملية لهالأشخاص هادولي اللي صار هو أنه لقينا أنه صار في طلب كتير قوي على هالكتاب مع أنه ما كان هو معمول على سعيد كبير أول نسخة منه لقينا أنه في طلب كبير وصار في طلب كمان كتير واسع من الجامعات اللي حوالينا بكندا وبأميركا طلبوا أنه نبعط لهم نسخ منه لتليميزون ولكمان المرضى تابعونا أخذت قرار أنه جريب أعمل ساعتها نسخة تانية طورة ووسعة وحط فيها إشمل فيها الموضيع اللي ما كنا حطينا بأول نسخة وصار أكثر موجه لكل الناس اللي عم بيعانوا من هالموضوع يعني صارت المعلومات أسهل وموضحة أكتر مضبوط هو هالكتاب موجه أكتر شي لكل شخص عنده وزن زائد أو بدانة مرادية وكل شخص عم بيعاني من هالمشكلة هيدا وحابب يتخلص منها وخصة موجه للأشخاص اللي عم بفكروا يعملوا عمليات بدانة لأنه هذا الموضوع كتير مهم وبيعتقد بلبنان مهم كمان لأنه صار فيه شوية فوضى بموضوع عمليات البدانة ما عم نعرف الأشخاص طير بيسألوني بتلفنوا بيستفهم ويقولوا لازم نعمل ما لازم نعمل وأي نوع عمليات لأي شخص أكيد كل العمليات أكيد مفصلين وحاطت فيهم يعني كل عملية لمن موجهة وأيماتها لازم تنعمل وخصة أي متى مش لازم نعمل عمليات البدانة لأنه أنا بلاقي أنه أي شخص يعني بفكر يخضع العملية جرائحية تحتالي يخفف من وزنه شو ما تكون هالعملية ما في لزوم يعني يكون عملية معينة لازم يطلع على المعلومات اللي ينخد سقافة واسعة كتير خصة بهالعمليات عكس عمليات إذا بديك اللي هي عمليات التجميل أو باقي العمليات التانية هاو منهم عمليات تجميل عمليات البدانة هنا عمليات فيها شوية ديناميكية يعني شوية تتطلب أنه هالشخص هيدا يأخده يعطي مع هالعملية ويفهمها ويكون عنده سقافة فيها تيستفيد منها هيدا شعر كتير مهمة إذا حابب هالشخص يأخذ يعني يأخذ نتيجة اللي هو بدوياها اللي لازم يأخذها يعني هون معناتها طبعا المسئولية بأول أول مسئولية هي على الطبيب الجراح ولكن كمان في مسئولية على الشخص أنه يكون عنده الوعي الكافي أنه يقدر يختار ويقرر ويوافق أو لا على هالعملية إذا لازم تنعمله أو لا مية بالمية اللي عم تقولي صحيح المسئولية أكيد بتكون قبل كل شيء على الفريق الطبي مش بس عجراء على الفريق الطبي ككل لأنه هاو العمليات أو هالمشروع هيدا تنقيس الوزن هو ما بقوم بس على شخص بقوم على فريق طبي مختص بهالموضوع بس الشيء الأساسي اللي لازم كمان نعرفه أنه الشخص إذا ما كان عنده السقافة الكافية المريض اللي بده يخضع لهالعملية ما كان عنده السقافة الكافية ومثل ما لازم يعني أخذ المعلومات اللازمة ما رح يقدر يستفيد مية بالمية ويأخذ النتيجة اللي لازم يأخذها من هالعملية هالكتاب موجود بالأسواق اللبنانية؟ لا سراحة لا أنا ما حبيت أبدا نسوي باللبنان يعني ما انتجها تصبح شيء تجاري باللبنان بس هو اللي بحب بس أعطي فكرة أنه كيف نعرض بالسوق هالكتاب كنت أنا بأمريكا بنعمل نحن دايما بكندا وإمريكا بنعمل مثل مؤتمرات طبية على كل شهرين في مؤتمر بقى كنت بمؤتمر ومن الأساس اللي أنا عارضها يعني الإنجازات اللي أنا عملها بحياتي كنت عارض هالكتاب واللي صار هو أنه الشركات اللي تعرفي على هالمؤتمرات مش بس بروح حكمة بروح إيام كمان شركات المعدات وكل هيد الموضوع تقربوا مني شركات تحتيلي يشوفوا إذا بقبل إنشر هالكتاب أو نجرب نبيعه للعالم هيك بخلقة الفكرة بالصدفة يعني ما كنت أبدا محضر له وساعتها شركة أمازون اللي هي شركة عالمية للكتب عرضوا علي أنه هني يعملوا كل شيء النشر والتباعة والتسويق وكل هذا الشيء بها الطريقة صار في عقد بيني وبينون هني أخذوا الحقوق طبع كل شيء المبيعات والتوزيع ونعرض بالعالم كله صار ينبيع وينعرض أونلاين عرض بكل مكاتب أمريكا حتى توزع للمكاتب ولينا أنه لقى طلب عليه كان كتير قوي بصراحة لبنان مثله مثل حيالة بلدتاني يعني بقدر شخصي لقيه بقدر طلب أونلاين بس أنا بصراحة ما فتنة على السوق اللبناني وما فكرت بهذا الشيء أبدا لأنه أكتر الكتاب عامله بشكل توعي وتحترقاته معلومات للعالم للمرضى للأشخاص اللي عايزين عن المعلومات أكتر من أنه الهدف منه دجاري بس نحن عرفنا أنه لقى رواج كتير كبير بأمريكا لشو بتنسب يعني هالرواجة أو هالنجاح للكتاب أنا بأعتقد لتغير المجتمع قبل كل شيء لأنه أول شغلة هلأ أكيد فيه إذا ساعدت أنه استلامته شركة كتير كبيرة لشركة أمازون هي استلامت كل شيء بهالكتاب هيدا استلامت التوزيع واستلامت كمان يعني التسويق تبعه والدعاية تبعيته بس شغلة كمان أساسية بدنا نفهمها أن المجتمع الأمريكاني تغير بهالسنين اللي مضيت من ناحية أنه صار فيه أكتر وأكتر مشاكل بدانية كمية البدانية اللي صارت بأمريكا صارت كتير عالية وعدد العمليات البدانية اللي عم تنعمل بأمريكا كمان كتير عالية لأنه متجه لأشخاص عندهم مشكلة وهن كتير عديدين بهالمجتمع لقى إذا بدك قبل قوي كتير وطلب كتير قوي بأمريكا وأخذت الشهرة الكبيرة خليني أحكي شوي بس عن بعض الشابترز الأقصامي الموجودة قبل العملية الجراحية بعد العملية الجراحية كمانا نحكي عن شفط الدهون بمحلة معين هذه بس تنفهم شغبة لأنه بحب كتير بنيحل بأمريكا بأمريكا أنك ذكرت هذا الموضوع فيه شغلة كتير مهمة بحب أنا أذكرها كتير من الأشخاص اللي بيجوا لعندي الشابتر هذا اسمه كتير من الأشخاص بيكونوا من فهمين شو موضوع شفط الدهون بيعتقدوا أن شفط الدهون هي عملية لتنقيس الوزن بحب بس وضحها شفط الدهون هي عملية تجملية فقط ما بتنقيس الوزن ولا جرام ما بتساعد أبدا لتنقيس الوزن هي لنحت الجسم لتغيير فورمية الجسم هؤلاء العمليات ما لهم علاقة أبدا بشفط الدهون هؤلاء عمليات معمولين تيشفوا مرض اسمه مرض البداني اللي بأثر على الصحة اللي بأثر على الصحة وبيعمل كتير مشاكل تانية بالصحة وبحب بس ذكر أن البداني بحد نفسها معترف فيها صار كمرض هؤلاء عمليات بيشفوا مرض منهم عمليات تجميل هذا الشابتر حطيته بالكتاب خصوص التواعي العالم أنه يميزوا بين لأنه هذا سؤال كل يوم بينسأل عنه بتالف نورة وبيجيوا لعنده بقلودي جين نشفط الدهون بكمة لعنده 30 أو 40 كيلو زيادة جين نشفط كتير فيه إذا بدك اللي تفهم اللي تسقافي عند العالم بهذا الموضوع ومش نحن نجري نساعد ونسقف العالم أكيد أكيد مربد أوبازيتي برياتريك سورجيري كمان مذكورين هالكونسبت مذكورين بها هذا الكتاب خلينا نقوم فكرة صغيرة أكيد المربد أوبازيتي هي بحد نفسه البداني المرضية يعني البداني اللي هي صدنا فتنة فيها بخانة المرض يعني بتكون صارت لدرجة كبيرة عدد الوزن لدرجة صار عالي بالجسم أنه منتج قد يعني عالي كيف نحن نسمية نحن نعرف لأنه ما رحفت بتفاصيل بس إذا فيه أكتر من 35 كيلو زيادة بالنسبة للوزن طبعه المثالة منحكي ببداني مرضية أو 30 كيلو سنحكي بمرضية أو حتى أقل عشرة يكون فيه ضغط أو سكري أو مشكلة ناتجة من البداني يعني حتى لو ما كان فيها كمية الوزن الزائد وكان فيه مثلا نضغط أو كان فيه سكري أو شي ساعتها نحكي كمان ببداني مرضية كمان نحكي بمحال عن قبل وبعد العملية الجراحية ليه هالمراحل المهمين شو أهم من ميتهم أنا برجع أذكر أنها العملية هي عملية كتير من التكل فيها كمان مش بس على نجاحها كعملية بس على كمان الطريق والسلوك طبع الشخص اللي بدي يخطع لقله يعني لازم الشخص يتحضر له بشكل كتير واضح ويعرف عشو قادم من ناحية العملية ولازم تنجح العملية يكون التحضير قبل العملية كامل وخاصة أنه بعد العملية كمان لازم هذا الشخص بحد نفسه أنه يعرف شو ناطره ويعشو هي المراحل اللي بدي يقطع فيها تحتالي ما يتضيق بشكل نفسي وكمان يستفيد من هذا العمل لأنه بيصير فيه خسارة للوزن بشكل كتير سريع وكبير فهون يعني ذكرت شغلة كتير مهمية اللي هي الشئ النفسي بالموضوع أوقات بيصير فيه نوع من انهيار أو نوع من تعب نفسي أنه الإنسان هالقد تغير بشكل سريع ليه ليه بتصير هالقصص لك في شغلة كمان مهمية هلأ رح أذكرها ورح جايوبك على هذا السؤال هو أنه في موضوع نحن كتير ما منعطي أهميته الموضوع البداني كتير منحكي عن الصحة بس فيها وهذه شكلة صحيحة أن البداني بس كمان في شقة تجميلة ما فينا ننكر مبدا كمان كمان شقة تجميلة بس كمان في شيء كتير مهم بالمرة بنجي من أيس قديش هالبداني عم بتأثر على المجتمع طبعا على حياتنا الاجتماعية نحن كأشخاص بالمجتمع طبعا بس ما نغير شغل نقدم على شغل أو حتى بالعلاقة تبعيتنا مع أصحابنا إكسترا دونك هذي شكلة كتير ركست فيها بالكتاب تفسير شو شو أثر هالبداني على الحياة الاجتماعية تبعيتنا على البسيكولوجية تبعيتنا نفسيتنا نحن على معاطاتنا مع العالم دونك متما أنت كمان ذكرت أنه من بعد العملية بتأثر لأنه بكون قرد هذا الشخص من قبل ما يختل على العملية عنده ضغط نفسه قرد موجود عنده من وراء البداني اللي عنده إياها على كل هالسنوات العديدة من بعد العملية أكيد بس ما ينزل البزن بسرعة وخصة الأهم أنه ما يحس حاله محروم أوقات من بعد المأكلات أو من بعد العويد اللي عنده إياها إذا ما كان محضر قبل العملية مظبوط وإذا ما تتابع مثل ما لازم من بعد العملية بقى تقيد بيعرض حاله أنه يكون عنده مشاكل أكتر من غير قد يمهم هالموضوع يلي عم نحكي عنه اللي بيطال الإنسان بكل شموليته نفسيا وجسديا واجتماعيا وكل شي وكمان في بعض شغلة زكرتا بهالكتاب اللي هو الجلد الزائد اللي بيبين من بعد خسارة الوزن ويصير فيه تشوه تاني يعني مننقل من البدانة لتشوه جسدي جلدي تحديدا أكيد وهذا موضوع كتير بهم الأشخاص اللي عندهم بدانة بتعرف من أول الأسئلة اللي بيسألون إياها قبل ما يعملوا العملية شو رح يصير بالجلد الزائد تبعون وإذا رح يصير فيه تراهل لأنه بتعرف الشخص قد ما تقول له البدانة بتأثر على صحتك وبتنزع لك صحتك كذا بس هو بيضل فيه بنفسيته موضوع التجميل عنده بيضغى على كل شي كتير بهمه أنه هو كيف رح يكون الشكل تبعه وكل هذا الشي هلأ الجلد الزائد بتعرف فيه وسيل تنخفف في التراهلات من بعض العملية يعني فيه رياضات فيه أنماء أكل بيكل بس ببعض الحالات ما عنا غير مهرب غير نوصل لجلد زائد وهون أكيد فيه عمليات شجميلية بتنعمل كمانا عند حضرتك ممكن تتابع هالموضوع يعني تعرفنا هكذا فريقته أكيد نهتم بكل هذا الشي بدألك يعطيك ألف عافية لهذه التوضيحات وأكيد هالموضوع هو مهم جدا وفي كتير ناس البنانة والتنحيف أهلا وسهلا سأخذ بريك صغير ومنتابع خليكم معنا